رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم حفل تخريج الدفعة السابعة والتسعين من طلبة كلية الملك فيصل الجوية وذلك بمقر الكلية في الرياضة ولدى وصول سمو ولي العهد يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطنية وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع وكان في استقبال سمو ولي العهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي وصاحب السمو الملكي الفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوة الجوية وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار ركن حازم بن غشيان وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكية عقب ذلك بدأ حفل التخريج بتلاوة آية من القرآن الكريم ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة ثمن فيها رعاية سمو ولي العهد لحفل تخريج الدفعة السابعة والتسعين من طلبة الكلية مشيرا إلى أن كلية الملك فيصل الجوية تحظى بدعم غير محدود من الحكومة الرشيدة عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها الخريج ركان العطوي عبر فيها عن سعادته وزولائه برعاية وتشريف سمو ولي العهد لحفل تخريجهم كما أعرب عن الشكر لجميع منصوبي الكلية لما بدلوه من جهد في سبيل تأهيلهم وتدريبهم إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية وتسليم راية الكلية بعدها أدى الخريجون القسم ثم أعلنت النتائج وسلم سمو ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة كما سلم سموه الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة بعد ذلك تسلم سمو ولي العهد هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة ثم عزف السلام الملكية والتقطة الصور التذكارية لسمو ولي العهد مع الطلبة الخريجين بعد ذلك تسلم سمو ولي العهد هدية تذكارية من سمو قائد القوة الجوية بهذه المناسبة حضر الحفلة صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيزة وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن عبدالله وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بنصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بتعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير مساعد بن تلوي بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعد بن تركي بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوفة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب وأمير منطقة جزانة وصاحب السمو الأمير متعب بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود العبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوفة وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير سلمان بن عبد الله بن جدوي وصاحب السمو الملكية الأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين والملحقون العسكريون لدى المملكة وأولياء الأمور